أهلا بكم مشاهدين الكرام وهذه التعطية المتواصلة لليوم السادس بعد المئة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي خلف نحو 25 ألف شهيد وقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يقرب من أربع عشرة مجزرة راح ضحيتها أكثر من 165 شهيدا و 280 مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة من جانبه نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن يكون قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمكانية قيام دولة فلسطينية جاء ذلك ردا على تقرير نشرته الشبكة سينان الأمريكية ذكر أن نتنياهو أوضح لبايدن أنه لم يغلق الباب أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية وأضف بيان نتنياهو أنه بعد القضاء على حماس يجب على إسرائيل لاحتفاظ بسيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة وذلك من أجل الضمان بأن غزة لم تعد تشكل أي تهديد على إسرائيل وهذا يصطدم مع المطالبة بسيادة فلسطينية وقد نقلت وكالة الأسشيات البرس عن مسؤولين أمريكيين أن شعور بايدن بالإحباط من نتنياهو بات أكثر وضوحا خلال المكالمة الأخيرة وفي السياق كرر وزير المالية الإسرائيلي رفضه إقامة دولة فلسطينية مضيفا أن هذا الموقف يمثل إجماعا واسعا في إسرائيل كما أكد وزير الطاقة الإسرائيلية أن إقامة دولة فلسطينية هو مكافأة للإرهاب على حد قوله بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحريف فلسطين إن مقترحات إقامة دولة فلسطينية من زوعة السلاح مخطة أمريكي جديد لتصفية القضية وتعهدت بالتصدي له وكالعادة للوقوف على أبرز التطورات خلال اليوم ينضم إلينا مباشرة من غزة وتحديدا من أمام مستشفى الكويت التخصصي في رفح مراسلنا محمد وشاح محمد وحيك ونبدأ بمستجدات الأوضاع لديك تفضل نعم أحمد يمكن الإشارة إلى أن الأوضاع اليوم أيضا شهدت اشتباكات وقصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومقاومة ضارية نوعا ما أحمد في أكثر من منطقة ومن مناطق محاور القتال حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منطقة مقيم جباليا شمال قطاع غزة بعدد من قذائف المدفعية بالإضافة إلى الاشتباكات التي حصلت ما بين المقاومة وأليات الاحتلال التي حاولت التقدم في تلك المنطقة أيضا في منطقة بيت لاهية وبيت حانون شهدت قصفا مدفعيا مكتفا من قبل الاحتلال الإسرائيلي كان هناك انتشال عدد من الشهداء من قبل الطواقم الطبية بعد هدوء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي في مناطق شمال قطاع غزة أيضا أحمد فيما يتعلق بمدينة غزة كان هناك عدة محاور من محاور القتال سواء في منطقة أبراج الكرامة أو غرب أبراج الكرامة وشمال غرب مدينة غزة هذه المناطق أيضا شهدت استهدافات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ولكن أبرز المحاور في القتالها كانت في منطقة التفاح والدرج والتي شهدت تصدي من المقاومة الفلسطينية للأليات التي حاولت التوغل في تلك المنطقة وقام الاحتلال أيضا باستهداف المناطق في حي التفاح والدرج دغارات عنيفة من المدفعية الإسرائيلية وطيران الحربي الإسرائيلي فيما يتعلق بدوار أنصار في مدينة غزة أيضا شهد اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول التوغل في تلك المنطقة من المناطق الغربية باتجاه دوار أبو مازن وأيضا باتجاه دوار أنصار ولكن أحمد المعلومة التي وردتنا أن الاحتلال قام بتجميع كل من كان في مدارس لواء في تلك المنطقة وقام بطلب منهم عنوة بالذهاب إلى المحافظة الوسطى بمعنى أنه جمع النازحين من مدينة غزة الموجودين في مراكز الإواء في منطقة مدينة غزة تحديدا دوار أبو مازن والمدارس المحيطة في ذلك المكان وقام بأخذهم دون أغطيتهم ودون ملابسهم التي كانت بجوارهم في هذه المدارس وطلب منهم المغادرة سيرا على الأقدام من خلال الطريق المؤدي أو طريق صلاح الدين المؤدي إلى المحافظة الوسطى والمناطق الجنوبية فيما يتعلق بمنطقة المنطقة الوسطى وتحديدا مخيمي لبريج والنصيرات شهدت أيضا عمليات قصف عنيف من الأليات الأسرائيلية ولكن بالمقابل كان هناك استهدافات سواء من القناصة التابعة للمقاومة الفلسطينية أو لإطلاق قذائف الهون أو استهداف الدبابات بقذائف التاندم وأعيار 105 كما أعلنت كتاب القسام وسرايا القدس في بيانات مختلفة عن استهدافات مختلفة لهذه الدبابات وهذه المحاولات للتوغل في المنطقة الوسطى فيما يتعلق أيضا بمخيم لبريج ومخيم المغازي لازال الاحتلال الإسرائيلي يتصدى بطائرات الكوات كابتر لأي محاولة للمواطنين الدخول إلى المخيم ولكن هناك حركة عودة المواطنين باتجاه مخيم النصيرات اليوم كنا نتواجد في مخيم النصيرات ورصدنا الوضع هناك الأوضاع نوعا ما هادئة رغم القصف المستمر لبعض المنازل في تلك المنطقة ولكن هناك عودة لكثير من المواطنين الذين وصلوا إلى منازلهم منهم من وجدها مدمرة ومنهم من استقر فيها حتى هذه الساعة فيما يتعلق بالوضع الأساسي فيما يتعلق بمدينة خنيونس ومحور القتال الرئيسي لا تزال القوات الإسرائيلية تحاول التوغل منذ أكثر من 47 يوما الدخول إلى مدينة خنيونس لكن لا تزال المقاومة في تلك المنطقة الضارية هناك كما قلنا سابقا نبش للقبور أخذ لجتث مواطنين على اعتبار أن هذه الجتث لأسرى إسرائيليين ولكن تبين بعد الفحص المخبري من قبل الاحتلال الإسرائيلي لأن هؤلاء هم فلسطينيون تم أو ليسوا من الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا خلال عملية 7 أكتوبر فيما يتعلق أيضا بمدينة رفح قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف سيارة في مدينة رفح أدى هذا الاستهداف لعدد من الشهداء وبالتالي الأوضاع المدنية أحمد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه تشهد عمليات قصف مكتف من المدفعية الإسرائيلية في حين أن المقاومة الفلسطينية حتى هذه اللحظة تنفذ ضربات قوية فيما يتعلق بلنقل على صعيد القنص أو على صعيد إطلاق قذائف الهون أو الاستهدافات للآليات والمدرعات الإسرائيلية في محاول القتال الرئيسية سواء كان في حي التفاح والدرج أو في مدينة خانيونس أو شمال مخيم لبريج وشمال مخيم نصيرا هل هناك أي جديد فيما يخص المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع محمد؟ يعني أحمد حتى هذه اللحظة لا جديد فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية اليوم كنا وقبل ساعات من الآن كنا نتواجد في مخيم للنازحين في مدينة رفح يحتوي على آلاف النازحين جميعهم يشتكون من قلة المياه ويشتكون أيضا من قلة الغذاء حيث دائما نتحدث عن دخول المساعدات ولكن المعروف أن هذه 80 شاحنة أو 130 شاحنة بحد أقصى التي تدخل إلى قطاع غزة لا تكفي كافة النازحين الذين يتواجدون في المناطق الجنوبية وبالتالي اليوم كان حديث الناس أنه لا يصلهم شيء منذ قرابة نصف شهر لم يصلهم أي من المساعدات ولا حتى الدواء أو النقاط الطبية التي يجب أن تكون منتشرة حول خيام النازحين وبالتالي لوضاع على صعيد المساعدات الإنسانية لا تزال شحيحة ويمكن أن نقول أنه لا زيادة في إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة وهذا ما يؤثر على كثير من النازحين الذين أصبحوا يشتكون من الأمراض وأيضا قلة الغذاء والدواء في خيام النازحين محمد بشكل عام حتى نستطيع أن نكون معك في نعيش الأجواء معك إذا صح هذا طبعا هذا بالتأكيد لن يحدث اليوم السادس بعد المئة إذا قارننا بالأيام الأولى أو أصعب الأيام التي مرت على قطاع غزة هل نستطيع أن نقول أن وطيرة الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية والاستهداف المدنيين تتراجع أم على العكس بنفس الوتيرة أو من الممكن حتى أن تكون في زيادة يعني من خلال مشاهداتك أي الإجابات هو الأصحية يعني أحمد ما نراه الآن هو له تفسير أي بمعنى نحن نعم نتابع أن هناك انخفاض في وطيرة الاستهدافات الإسرائيلية أو انخفاض في وطيرة المجازل الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة ولكن هذا الأمر نعزوه لعدم موجود أهداف للجيش الإسرائيلي يعني كثير من المنازل أحمد عندما ذهبنا إليها خاصة المنازل المقصوفة نجد أن بها سواء كان نازحين أو منازل مدنية لا يوجد فيها أي من الأهداف العسكرية وكل الأهداف السابق أحمد التي تم استهدافها ورصدناها عبر عدسات الكاميرا بشكل مباشر هي لمدنيين جلهم من الأطفال والنساء وبالتالي فعلا الوتيرة انخفضت عن السابق في بداية الحرب ولكن السبب في هذا الأمر أنه لا يوجد أهداف وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي فقط يريد أن يبقي على وطيرة القصف المتدرج لنقول بمعنى أن هناك قصف في رفح سيكون هناك قصف في دير البلح وقصف في النصيرات والبريج وشمال قطاع غزة ولكن المحاور الأساسية للقتال الأحمد وهي تحديدا خان يونس والتفاح والدرج وقبل أيام كان هناك محاولات لعودة التوغل في مناطق خلف أبراج الكرامة وتحديدا خلف أو شمال غرب مدينة غزة هذه تشهد عمليات قصف من الدبابات الإسرائيلية خاصة أن هناك مقاومة شرسة وضارية في تلك الماكن المناطق التي بها محاور قتال رئيسي هي مدينة خان يونس وهي دائما تشهد عمليات قصف كثيف وموسع من الدبابات الإسرائيلية ولكن فيما يتعلق بوتيرة القصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية فعلا انخفضت الوتيرة ولكن أحمد هذا نعزوه لعدم موجود أي من الاهداف للجيش الإسرائيلي وإنما القصف هو مجرد قصف عشوائي لإبقاء حالة أن هناك حرب وأن هناك قصف من الجيش الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة الزميل محمد وشح مرسل الجزيرة مباشر كنت معي من رفع حابرة الأقمار الصناعية بإخطاء غزة بالطبع شكرا جزيلا لك محمد ترجمة نانسي قنقر